مرحبا أصدقائي سنتعرف في هذا الفيديو على كيفية تحويل الصورة إلى فيديو ناطق باللغة العربية وتركيب الصوت على الصورة دون أي حدود ومجاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله كما لاحظتم في الفيديو السابق الذي قمنا بإنشائه قمنا باختيار نص معين وتسجيله عن طريق الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى اختيار صورة من الذكاء الاصطناعي وجعل الشفايف تتحرك بشكل مناسب على حسب نطق الكلمات التي قمنا بإنشائها كما تعلمون بأني أحضر لكم جميع المواقع الإلكترونية المجانية والتي يكون نسب مدة الاستخدام غير محدود بداية نقوم بالدخول إلى موقع Remove PG من أجل حذف الخلفية موقع يقوم بطريق الذكاء الاصطناعي حيث يقوم بحذف الخلفية بشكل ممتاز بداية نقوم إلى دخول إلى Remove PG نقوم بالضغط على Sign Up Continue with Google طبعا لازم يكون أنت فاتح إيميلك نقوم بالضغط على الإيميل من أجل عملية التسجيل ثم Accept All Sign Up ستظهر هذه الرسالة بأنه تم التسجيل بنجاح نقوم بالضغط على Remove Background في هذه الخانة نقوم Upload Image تحميل الصورة نختار الصورة التي قمنا بتنزيلها عن طريق أو تعريفها عن طريق الذكاء الاصطناعي نختار هذه الصورة كما تلاحظون وخلال أو ثواني معدودة قام بحذف الخلفية نقوم بDownload تنزيل تم تنزيل الصورة بنجاح بعد ذلك نقوم بالدخول إلى موقع آخر من أجل تحريك أو جعل هذه الصورة بشكل فيديو هذا الموقع يحتاج إلى تسجيل أيضا فقط من خلال الإيمين نقوم بالضغط على Sign In With Leah يحتاج إلى تسجيل نقوم بالتسجيل Sign In With Google اختار الإيمين Confirm ستظهر هذه الصفحة بعد التسجيل سنقوم بتصغير الشاشة قليلا لتظهر بهذا الشكل نقوم بالضغط على زر Upload تحميل الصورة نختار بالصورة التي تم اختيارها كما تلاحظون تم التغيير يوجد أعدادات كثيرة ولكن الأعدادات الأكثر مناسبة لعملية الصورة نقوم بالضغط على Animation Style والضغط على هذا الخيار ثم نقوم بالضغط على Share تمت عملية التحويل نقوم بالحفظ بصيغة MP4 Save تمت عملية الحفظ لمقطع الفيديو الآن نقوم بتسجيل الصوت من خلال الذكاء الاصطناعي نقوم بالدخول إلى Voice Maker أيضا يحتاج إلى تسجيل نقوم بالضغط على Register Log on with Google نختار الإيميل بذلك يكون قد تم تسجيل في هذا الموقع نقوم بكتابة النص الذي نريد أن نقوله كما تلاحظون هذا الموقع يمكن إدخال 250 حرف فقط بإمكانك أن تقوم بإدخال عدد كبير أو عدد كثير من المحاولات ولكن كل محاولة تستطيع إدخال 250 حرف نختار اللغة العربية نقوم بالضغط على Comfort to Speech ننتظر قليلا من أجل تحويل النص إلى أصدقائي سنتعرف في هذا الفيديو على كيفية تحويل الصورة إلى فيديو ناطقا باللغة العربية وتركيب الصوت على الصورة دون أي عبود طبعا بالنسبة للغة العربية يفضل استخدام موقع من أجل تشكيل الأحرف والكلمات يوجد موقع آخر سأضعه في الوصف هو موقع اسمه شكلي هذا الموقع تستطيع من خلاله أن تضع النص كاملة ثم تقوم بالتشكيل إما تشكيل كامل أو تشكيل أواخر الكلمات أو تشكيل الزامي بعد ذلك نقوم بإبداء التشكيل كما تلاحظون بأن التشكيل أصبح جاهز إلى هذه الكلمات نعود إلى الـ Voice Maker ونقوم بتنزيل الصوت بصيغة MP3 تم تنزيل الصوت بنجاح الآن نقوم بالدخول إلى Download ونقوم بنسخ هذا الملفين والدخول إلى سطح المكتب وعمل مجلد جديد هذا المجلد نسميه أي اسم نقوم بالضغط على لسق ولكن الآن والشيء المهم والتركيز الكبير لهذا الموضوع هو تغيير اسم الملفات الموجودة لدينا بالنسبة لمقطع الفيديو نقوم بإعادة تسمية زر يميني إعادة تسمية نقوم بالضغط على Input أو تسمية IP Input Underscore Video يجب أن تكون صيغة الملف الفيديو بصيغة MP4 أما ملف أو الصوت يجب أن يكون بامتداد Wave كما تلاحظون تم تنزيل الملف بصيغة MP3 يجب تحويله إلى ملف Wave نقوم بالدخول إلى البرنامج البرنامج اسمه Format Factory هذا البرنامج سهل ويمكن التحويل الملفات إلى صيغة مختلفة نقوم بالدخول إلى صفحة الصوت ثم نختار Wave نقوم بإضافة الملف الملف موجود على سطح المكتب كما لاحظتم أننا قمنا بنسقي نقوم بنسخ الملف ثم موافق بعد ذلك نقوم بالضغط على بدء تم تحويل ملف الصوت من MP3 إلى Wave نقوم بالضغط على الملف ونضغط على ملف الإخراج سيفتح الملف التي تم تخزين فيه الملف بصيغة Wave نقوم بالضغط على زر يميني نختار نسخ نبيل على سطح المكتب والمجلد الذي قمنا بإنشائه ثم نضغط على لصق في هذا الملف نقوم بإعادة التسمية زر يميني إعادة التسمية نقوم بتسميته Input Underscore Audio بعد ذلك نقوم بدخول إلى موقع Collab.Research.Google سأضع الرابط في الوصف أيضا بعد ذلك نقوم إلى الخطوة الأولى نضغط على إشارة التشغيل ستظهر رسالة نقوم بالضغط على Run Anyway I am not robot Traffic light ستأخذ المعالجة بطع من الوقت ننتظر قليلا حتى تظهر إشارة الصح بجانب الخطوة الأولى بعد الانتهام من هذه الخطوة كما تلاحظون أخذ 43 ثانية ضعرة إشارة الصح نقوم بالانتقال إلى الخطوة الثانية نقوم بالضغط على زر تشغيل أيضا يأخذ بضع من الوقت نقوم بالضغط على تصفح ونختار مقطع الصوت والفيديو الذي قمنا بإنشائه منذ قليل تحديد ثم نقوم بالضغط إلى Open هنا ملاحظة همة يجب أن يكون الفيديو بامتداد أو باسم Input Underscore Video والصوت يجب أن يكون بامتداد Input Underscore Audio Audio ننتظر قليلا حتى يتم تحميل الصوت والفيديو بعد أن يقوم بتحميل مقطع الصوت والفيديو وظهور العبارة Content وظهور إشارة الصح نقوم بالانتقال إلى الخطوة الثالثة وهي إنشاء الفيديو نقوم بالضغط على إشارة التشغيل بعد الانتقال من الخطوة الثالثة تلاحظون وجود إشارة الصح بجانب الخطوة الثالثة وهنا نقوم بالخطوة الرابعة وهي عرض النتيجة نقوم بالضغط عليها ستظهر نتيجة العرض نقوم بتشغيل من أجل التجريب سنتعرف في هذا الفيديو على كيفية تحويل الصورة إلى فيديو ناطق باللغة العربية وتركيب الصوت على الصورة دون أي حدود ومجاني بعد الانتهاء نقوم بتنزيل الفيديو بالضغط على إشارة التشغيل سننتظر في الخطوة الثالثة بعد أن تأكدنا من أنه تم تنزيل مقطع الفيديو نقوم بحذف الملفات المرفوعة الضغط على إشارة التشغيل في الخطوة السادسة في حال أردنا أن نقوم بعمل مقطع فيديو آخر نقوم بالضغط على ران تايم ثم دسكنيكت أن ديليت ران تايم وبعد ذلك نقوم بالضغط على يس بذلك بعد ذلك تستطيع أن تقوم بالدخول مرة أخرى وعمل مقطع فيديو آخر وأنا استودعكم الله لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر